وجه وزير الإسكاني والمجتمعات العمرانية شريف أشربيني بضرورة العمل لتعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها من خلالها أفكار غير تقليدية فضلا عن حوكمة الإجراءات والضوابط منظمة العمل بالقطاع جاء ذلك للاجتماع مؤسع عقده الوزير مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع شؤون العقارية والتجارية ومسؤول القطاع لمتابعة سير العمل بالقطاع وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة